اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين أنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل نقول وبالله التوفيق قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بالتقريب في كلامه على المسح على الخفين قال فصل والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط هذه هي الجملة الأولى التي نشرع اليوم ونبتدئه بقراءتها وهي المسح على الخفين وهذا الفصل من فصول الطهارات التي تذكر في بعض المراجع الفقهية المذهبية الشافعية عقب الوضوء وبعضهم يضعها قبل التيمم هناك من يضعها بعد الوضوء وهنا وضعها بعد الغسل وقبل التيمم وبعضهم وضعها عقب الوضوء لماذا؟ من وضعها عقب الوضوء رأى أنها طهارة متممة للوضوء على أنها جزء من الوضوء ما هو الوضوء أنت تغسل فيه الوجه واليدين والرجلين إلى الكعبين أو تمسح على القفين فالمسح على القفين جزء من الوضوء لأن الوضوء إما أن تغسل وإما أن تمسح لكنه هنا وضعها قبل التيمم لماذا وضعها قبل التيمم؟ قال نظرا لأنها مسح والتيمم مسح غير أن التيمم مسح بالتراب وهذه مسح بالماء لكنه مشترك في أصل المسح فلا يتوهم أحد أن المسح على القفين طهارة مستقلة بل هي في ضمن وجزء من أجزاء الوضوء طب لماذا وضعها؟ وضع المسح على القفين قبل التيمم ولم يضع المسح على القفين قبله بعد التيمم قالوا لأن المسح على القفين بالماء والتيمم بالتراب وقدم ما بالماء على ما بالتراب تقديما للأصل على البدل طيب ويتكلم في المسح على خمسة أطراف أولا في حكمه وذكره بقوله والمسح على القفين جائز ثانيا في شروطه وتكلم على ذلك بقوله بثلاثة شرائط ومدته يتكلمون في الطرف الثالث على المدة ويقول ويمسح المقيم والرابع في مبطلاته قال ويبطل المسح والخامس ولم يذكره المصنف وإنما ذكره يعني الشارح ابن قاسم الغزي قال وذكره ابن قاسم في الكيفي يعني ذكر كيفية المسح لكن المصنف أبي شجاع المصنف أبو شجاع لم يذكر كيفية المسح وصفة المسح على الخفين ولكن كملها الشراح المسح على الخفين شرع في السنة التاسعة من الهجرة في غزوة تابوك تابوك ده مكان بالشام في طريق الشخص الذي يسير إلى بيت الله الحرام حاجا والمسح على الخفين أيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا يعني ثبت بالقول وفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال الحسن حدثني سبعون من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على القفين سبعون من الصحابة نقلوا المسح على القفين عن سيد السداد صلى الله عليه وآله وسلم وذكر العلماء أنه من خصائص هذه الأمة وليس لأمة قبل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة المسح على القفين قال صلى الله عليه وآله وسلم صلوا في خفافكم فإن اليهود لا يصلون في خفافهم وهو رخصة وهو رخصة لرفع المشقة عن المتوضع لأنه في الحر في البرد يصعب على بعض الناس خالع الخوف ثم غسل القدمين ثم لبس الخوف صعبا وهو يرفع الحدث رفعا مقيدا بمدة يعني هو المسح على الخفين يرفع حدث القدمين لمدة معينة بيّنها الشرع ويبيح الصلاة من غير حصر يعني المسح على الخفين لك بعده أن تصلي ما شئت من الصلوات عايز تصلي خمسمائة ركعة سنة خمس تلاف خمسة وخمسين ألف كما شئت ليس هناك تحديد من الشرع بعدد معين من الركعات طيب دين مقدمة والمسح على الخفين الخفين عبر بالخفين لأنهما الغالب مش ممكن واحد تبقى رجله مقطوعة ويلبس خف واحد ممكن طيب أعبر دي بقى بالخفين لأن دا الغالب هو كل الناس رجلها ماشى برجلة واحدة معظم الناس له قدمان وعندما يلبس الخفين يلبس الخفين في القدمين وأما إلباس رجل واحدة خفا مع قطع القدم الأخرى هذا خلاف الغالب فهو عبر بالخفين نظرا إلى الغالب في اللبس والخف معروف الخف معروف مش عايزين بقى نعرفه بالحد ولا بالرسم ولا بالمثال وجمعوه خفاف ككتب وكتاب خف وخفاف كتب وكتاب قال جائز والمسح إيه ما هو المسح المسح على الخفين وسيأتي الكيفية التي تمسح بها الخفين في آخر الكلام على الخفين طب إيه هم الخفين معروفين جائز جائز من الجواز الجواز من حيث العدول عن غسل الرجلين إلى المسح إيه ده هو غسل جائز يعني لو أنا تركته ما فيش مشكلة لا ما هو جائز بمعنى إيه بمعنى أن لك أن تعديل عن غسل القدمين إلى المسح على الخفين وليس معنى الجواز هنا أن يعني لك أن تعديل مطلقا إلى غير المسح وغير الغسل يبقى الجواز هنا فين في العدول من الأصل إلى ما نقول شي البادل من الأصل إلى المسح والعدول من الأصل إلى شيء لا ينفي أنه واجب فالواجب إما الغسل وإما المسح بعضهم قال إنه من الواجب المخير أحفظه ولكن المحقق الباجوري قال وهذا خطأ من يزعم أو يدعي أنه من الواجب المخير فقد أخطأ لي مولانا لأن الواجب المخير لا يكون بين الشيء وبدله إحفظها مش أتلاقيها في كتب الأصول درسنا كما درسنا ولكن هذه الفائدة وجدناها في حشة الشيخ الباجوري وأتلاقيها في البجرمي ما لقناها في كتب الأصول ثم ما لقناها في لقناها في كتب كتب الفقه أن الواجب المخير لا يكون بين الشيء وبدله ده بادل لكن الواجب المخير زي إيه زي فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوساط ما تطعيمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير راقبة حاجة من الثلاث فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوساط ما تطعيمون أهليكم أو أو أه فالواجب هنا واحد لا بعينه واحد لا بعينه فإن أتيت بالتحرير فقد فعلت الواجب أو أتيت بالكسوة فقد فعلت الواجب أو أتيت بالإطعام فقد فعلت الواجب فالواجب واحد من هذه الثلاثة لا بعينه ولذلك قالوا عنه واجب مخير يعني إيه واجب مخير واجب مخير في أفراده هو في الحقيقة الوجوب الوجوب مخير في أفراده بمعنى إن الذي وقع فيه التخيير هو الأفراد وخصوص كل فرد بعينه ليس بواجب ولكن الوجوب تعلق بواحد لا بعينه اللي هو القدر المشترك ما بين كل واحد على جهة التعيين طبعا الكلام ده صعب معلش إحنا لسه في أول الطريق قالوا وجواز العدول هو الأصل عند القدرة يعني إن كنت قادرا على العدول يجوز لكن المسح على الخفين قد يكون واجبا ومعينا واجب معين هو الأصل أنه إيه يعني إما أن تذهب إلى الغسل أو إلى المسح لكن قد يتعين عليك المسح على الخفين فيما لو كان الماء الذي معك لا يكفي أنت لبس الخفين جميل ومسحت عليهم قبل كده والمدة ما زالت باقية ومعك ماء وقد أحدست وهذا الماء لا يكفي لغسل القدمين ولكن يكفي لمسح القدمين وليس معك ماء سوى واجب عليك حين إذن وتعين عليك أن تمسح على الخفين لأنك لو خلعت مش تجد ماء تغسل به القدمين وستذهب إلى التيام فتعين عليك حين إذن أن تمسح على الخفين أو ضاق الوقت عن يعني مثلا دخل وقت الصلاة وفات منه وقت طويل وبقي من الوقت بقدر ما تتوضأ مع مسح الخفين ثم تأتي بالصلاة فيخرج الوقت فورا يعني ضاق الوقت أي وقت الصلاة عن الوضوء بغسل القدمين مع الصلاة فالوقت المتبقي لا يكفي إلا للوضوء مع مسح الخفين مع إقاع الصلاة في وقتها حين إذن يتعين كما ذكر أصحابنا عليك أن تمسح على الخفين أو إن حضرتك لو أنت توضأت ومسحت على الخفين هتلحق الغريق اللي قدامك بيغرأ ولو قلت لما استنى بقى الغريق استنى الغريق لما أخلع الخف واغسل وكمل وضوء وأنقذك يكون مات يبقى أنت آث يجب عليك حينئذ أن تمسح في الفور ثم بعد ذلك يعني تدرك هذا الذي يغرق أو مثلا حضرتك ذهبت إلى عرفة في آخر الوقت قبل أن ينتهي لو حضرتك خلعت الخفين وغسلت القدمين لن تدرك الوقوف بعرفة ولو بلحظة وحدة واجب عليك حينئذ أن تمسح على الخفين وقد يحرم يبقى قد يجب وجوبا معينا في مواطن ويحرم فيما لو كان الخف من حرير أو اغتصبت خف أخيك فلبسته ومسحت عليه فهو حرام أو كان مصنوعا من جلد آدمي حيث تصور ذلك لأن في إهانة للآدم أنت جعلت مدس لأن أنت مجرم فهو حرام ويحرم حينئذ ولكن يجزئ مع المسح يعني لو أنت مسحت على الخف المصنوع من ذهب حيث أمكن ذلك أو المصنوع من حرير أو المصنوع من الدباج أو المصنوع من الجلد الأدمي لو مسحت عليه جاز وصحت صلاتك به غير أنك تحمل إثما عظيما فيما فعلت ولكن قد يحرم مع عدم الإجزاء فيما لو كنت محرما وليس لك عذر في اللبس فلبست الخف أنت محرم بحج أو بعمر يحرم عليك أن تلبس المخيط المحيط فلبست خف لغير عذر اللبس نفسه حرام لكن عندما لبست خفا من حرير اللبس حلال غير أن المد المصنوع منها حرام استعمال لكن للمحرم ذات اللبس محرم إلا لعذر بمعنى أن حضرتك لو كنت محرما بحد أو عمره ولبست خفا ولم تكن معذورا في اللبس هذا اللبس نفسه منهي عنه فكأن المسح الذي عليه معدوم وغير معتبر ليه لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه فالمحرم منهي عن لبس المخيط المحيط فلو فعل هذا فالذي لبسه ومسح عليه كالمعدوم فكأن لسه رجليك محدس ومرتفع حدث وقد يندب المسح نفسه المسح نفسه قد يكون مندوب في ذاته من حيث هو مسح لا من حيث العدول حيث رغبت نفسه عن المسح ومالت إلى الغسل لكونه نظاف قال لا إيه أنا همسح طب ما بلاش المسح أنا أنا مش متأكد من أن المسح ده بينظف الرجل أنا رجل شام مرحتها فسيبك من حاجة اسمها مسح أنا هغسر رجلي يبقى مالت نفسه ورغبت عن السنة لا لكونها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لكون المسح لا ينظف القدم كما ينظف الغسل فساعتها بنقول له اقهر نفسك وامسح وعالج نفسك الأبية ويكره فيما لو كرر المسح افرد أنه متى يكون مكروها لو مسح مرة ومسح التانية ومسح التالتة قالوا لأن المسح يعيب الخف والخف مال ونحن نهينا عن اتلاف المال طيب ويكون المسح في الوضوء يعني يعني هل الوضوء المجدد مما يجوز فيه المسح ام لا يعني ها باني انا اتوضيت ودخلت صليت صلاة المغرب وبعد ما صليت صلاة المغرب عايز اصلي السنة من اتوضيت والبست وغسلت القدم والبست الخف وبعد كده صليت المغرب عايز بقى اصلي سنة المغرب اعمل هل لي ان اجدد الوضوء ام لا اجدد الوضوء فهل لي حين اذن ان اجدد الوضوء نعم لك ان تجدد الوضوء اغسل كل اعضائي وات عند القدم فامسح عليها فالمسح على الخف يكون كذلك في الوضوء المجدد وهكذا طب الغسل هل يعني انا عايز اختسر غسل الجمعة اختسلت كله وجيت عند الخفين عايز امسح عليهم بدل مغسلهم ينفع ولا ما ينفع قال اصحابنا لا يصح اسئلة هي اسئلة واجوبة باسلوب بسيط طب افرد ان انا يعني جاءت على الخف نجاسا مش على الخف بقى على قدمي دبست الخف واللي حصل ان الخف رجلي مثلا على سبيل المثال دميت او بلاش دميت لانه ممكن يكون اماش دميت لانه يبقى معفو عنه فينفع اننا بدل مغسلها امسح على الخفين قالوا لا 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 يكون المسح في ازالة النجاسة ولو كانت معفو عنها كما لو دميت رجله او تنجس بشيء قلناه طب اشمعنا اشمعنا يعني دع بارت المصريين لماذا لم يكن مسح الخفين في ازالة النجاسة وكان المسح في الوضوء يعني لماذا اجاز الشرع المسح في الوضوء ولم يجز فيه النجاسة قالوا لان الحدث والوضوء يتكرر فيشق خلع الخف وغسل القدم فاراد الشارع ان يرفعه وان يدفعه المشاقة والمشاقة تجده والتيسير واما ده النجاسة رجلك حصلت اديك انت مكلفة حصلت لك كم مرة ولا مرة طب والوضوء ده كل يوم بيحصل لعشرين الف مرة في الايام اللي احنا بنأكل فيها فول بالبصل بيحصل لنا والاطعمة الحديثة والبورجر ومش عارف ايه اللي مليانة بصل ومليانة قال بعد ذلك بثلاثة شرائط طب البق فيه بثلاثة شرائط متعلقة بايه جائز يعني يجوز جوازا يعني ملتبسا بثلاثة شرائط جي بقى بعض الشراح وقال لك لا هم مش تلات هم أربع شرائط هم أربع شرائط فكلمة بثلاثة جمع شرائط جمع شرائط بمعنى خصلة مشروطة وهي مؤنثة فكان عليه حذف التائف ثلاثة ما هو المعدود لو كان مؤنث يبقى العدد مذكر شرائط جمع شريطة يبقى مؤنث يبقى كان مفروض بثلاث شرائط لكن قد بس احنا ممكن نؤول شرائط بمعنى شروط وشروط يبقى مفردها شرط يبقى مذكر وتصحي العبارة والتأويل خير من التضعيف احفظها كده يا مولاني طاب يا مشيخ الإسلام قال أن يبتدئ يبسهما بثلاثة شرائط أولها أو اكتب عليها رقم واحد أن يبتدئ يعني أن يبتدئ مريد المسح على القفين سواء كان ذكرا أو كانت امرأة لبسهما الضمير يعود إلى الخفين بعد كمال الطهارة أي بعد الطهارة الكاملة تطهر طهارة تامة ثم بعد ذلك ابتدئ في لبس الخفين لأن سيدنا رسول الله قال للصحابي دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين الحديث كده قال له سيبه دعنا مدخلهم وهم طاهرين آه شفت بقى هنا بقى العلماء الشافعية أخذوا من هذا الكلام وهو أنه يشترط للمسح على القفين أن يلبس القفين بعد تمامي وكمال الطهارة فإني أدخلتهما طاهرين رضي الله عن الصحابة بعد تمامها يعني إن كنت حضرتك بتتوضأ توضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك اغسل رجليك وبعد ما تغسل الرجلين اللي اتنين ابتدئ بلبس الخف أو اغتسل غسلا تاما كاملا غسل الجنابة أو غسل الجمعة أو غسل أي غسل مندوب ثم بعد ذلك ألبس ألبس القفين أو اتيمم اتوضأ واتيمم حيث جاز لك الجمعة ثم بعد ذلك ألبس القفين قالوا لو كان عليه الحدثان وغسل أعضاء الوضوء عنهما علي الحدث الأكبر وعلي الحدث الأصغر وغسل أعضاء الوضوء ولبس الغفين القفين قبل أن يغسل باقي البدن ما الذي عليه حينئذ هل يعتد بما لبسه أب لا ده غسله يعنينا مثلا علي الحدثين فرحت غاس الوجه بنية رفع الحدث الأكبر والأصغر أو بنية رفع الحدث الأكبر فيدخل في الأصغر فيطل ورحت غسلت يدي إلى المرفقين وماسح رأسي أو غسلت رأسي وغسلت قدمي والبست الخف وما غسلت شباقيت البدن ونخلي بالك على حدث أكبر فهل يعتد بهذا اللبس لا لماذا؟ لأن الطهارة ليست كاملة وليست تامة ينبغي أن تغسل باقي البدن ثم بعد ذلك تلبس الخفين لبسا على طهارة تامة كاملة لأن الحديث لأن الحديث قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وطاهرتين ده حال يعني أدخلت القدمين حال كونهما طاهرتين طيب طيب لأنه لأنه ممكن حد لو هو ما أكدش ممكن يفهم المجاز أنه أرد بالطهارة بعض الطهارة مش كل الطهارة قال فأراد أن يدفع أراد أن يدفع بذلك المجاز قال ده الشرط الأولان وأن يكون يعني وأن يكون الخفان فالألف هنا ألف الاثنين رجع للخفين ألف الاثنين رجع لها مشايخ رجع للخفين وأن يكون أي الخفان ساترين ساترين يعني يغطيان محل غسل الفرد من القدمين يعني المكان الذي يغسل غسلا واجبا في الفرد هو الذي يجب أن يغطيه أن يغطيه الخف طيب هو ده الشرط أو إغرها كده وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين وخلي بالك من القدمين يعني مع القدمين ونخش كمان على الكعبين ولذلك في شرح الشيخ البجور يقول لك في شرح الشيخ ابن قاسم يقول لك بكعبيهما اقرى كده جوه بيقول لك ساترين لمحل الفرد من القدمين بكعبيهما لأن الكعب ما دخلش ولذلك الشيخ ابن قاسم هنا قال بيه والبقه هنا بمعنى معه أي معه كعبيهما اغسل محل الفرد وكذلك تغسل معه الكعبين ولذلك لما تأتي وتلبس الخف لابد أن تستر القدم معه الكعبين ولذلك هنا بيفرع عليه ويقول فلو كان دون الكعبين كالمداس لم يكفي المسح عليهما المداس ده عامل حاجة زي ايه عافيني الشب شب فده لكنه يكون مغطى من الامام من الوجه والجوانب لكن يأتي عند الكعب الخارجي هذا الكعب هنا مش الكعب العقب لأن احنا بسميه في مصر الكعب لكن هو في اللغة مش ده الكعب ده العقب أما الكعبين ده هما العظمان الناتقان أسفل الساق اللي هو احنا بنسميه في مصر بز الرجل آه احنا بنسميه كده بس زمان بقى ما ظنش الآن الناس المتحضرين بقوا يستعملوا الكلام ده الناس ما زالوا بيستعملوا الاستعمالات العرفية ده اصل أنا قديم شوية قديم كتير كمان سمعنا حاجات خلاف اللي الناس دلوقتي بتستعملها فبيبقى من الخلف يعني عند العقب فارغ مش مش مقفول زي الجزمة ولكن عند العقب بيبقى مطوع بيسموها في مصر هنا بلغة مش بلغة اللي ذكرى سيدنا الامام الشافعي قولك بلغة يعني مادة يتوصل بها الى مراده اما دي اسمها بلغة بلغة يعني يعني عبارة عن جزمة مقطوعة من المؤخرة هو ده الميداس الامام الرملي صاحب النهاية بيقول هي بكسر الميم ميداس فهمنا لم يكفل مسح عليهما لماذا لانه مش مغطي محل الفرد يبقى لابد ان يغطي محل الفرد وكذلك الكعبين العظمان الناتئان اسفل الساق طب يعني ايه ضبط بقى ساتر هل الساتر هنا هو الذي مر الذي سيأتي في الكلام على ستر العورة قال لا الساتر هنا كل ما يمنع من نفوذ الماء من غير محل الخرص ايش خرز ايش خرز هذا عارفين الجزم حضراتكم اعزكم الله اللي هي لها رباط هي دي الخرز بقى اللي هو عبارة عن العروة التي يوضع فيها الرباط هي دي العروة اسمها محل الخرز محل الخرز اللي هي العروة تحط فيها رباط الجزمة ياريتم كنت جبت لكم يعني جزمة ولا حاجة يبقى الساتر هو الذي يمنع نفوذ الماء لو صب عليه الماء من غير محل الخرز يبقى مانع لنفوذ الماء لو افترضنا ان الماء صب عليه من غير محل الخرز طب ده على كده يا مولانا الشراب اللي احنا بنلبسه ده ما ينفعش اه ما ينفعش طب ده شفع اه شفع طب و بفيش حاجة تانية احنا بندرس ما بنفتيش احنا هنا للتدريس حتى لما بجاوب على اسئلتكم جوابي على هذه الاسئلة عبارة عن اجابة عن اسئلة ترد على ما حكم هذا السؤال في المذة بالشفعي مش فاتوى عشان بس نبقى واضحين وبقولها تاني وتالت ورابع عندما اديب عن اسئلتكم في الدرس هي اجابة من فهمنا للمذة الشفعي وليست فتوى للعمل عشان محدش يخلط وتقول اه ده رأي دار الافتاء لا ده مش رأي دار الافتاء ده رأي سيدنا الامام الشفعي ومدرسته من بعده ولا تخلط بين مقام التدريس ومقام الاجابة عن الاسئلة على مقتضى ماذا بالامام الشفعي بالفتوى فهمنا على الافتناش فهمنا ولذلك قالوا لا يجزئ منسوج منسوج اللي هو الشرب بتاعنا بتعلي من دول ده ماذا بالامام الشفعي لا يمنع نفوذ الماء من غير محل الخرز ده كمان الشربات بتاعتهم كان لها محل خرز برضك في شربات كده كانت مفتوحة كده وبتتقفل بي الخيط ايه لا كان خرز مخرزة لها عرى اه لها عرى زي الجزمة كده عزك الله قال من غير محل الخرز لو صب عليه لأن الغالب من الخفاف أنها ده الخفاف التي وردت عليها النصوص خلي بالك يا مشايخ احنا ليه بقى قلنا كل الشروط دي يجي وقت من العائلة السلفية الوهابية الفصول يو كلام من ده يجي يقولك هو فين الدليل على أن الشروط دي كلها يعني شروط شرعية جبتوها منين هو سيدنا رسول الله نص عليها هو مش فاهم حاجة هو مشكلته إنه هو عقله خاوي مش فاهم المنظومة شكلها ايه نقوله يا ايها الرجل انحق لك ان تكون رجلا النص نزل على ايه ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مسحة وامر بالمسح واجاز المسح صح طيب النص لما نزل نص الجواز نزل على خفاث هذه الخفاف هذه الخفاف علماؤنا كأنهم استقصوا أوصافها وجعلوها مورد النص فصارت التي ورد عليها النص فأخذوا منها الشروط النموذج قد النموذج لنزل على النص مسكوا النموذج لنزل عليه النص وبدأوا يستقصوا في أوصاف أولا أن يلبسه بعد تمام كمال الطهارة واخدين منين واخدين من آدعهما فإني يعني أدخلتهما طاهريني طب أن يكون ساترا لمحل الفرد لأن الخفاف التي كانت تلبس في عهد سيدنا رسول الله وعليها ورد الجواز وعليها سقطت الرخصة كانت هكذا ده الغالب كان غالب الخفاف كده فاستقرأوا الخفاف الغالبة وبحثوا عن أوصافها وجعلوا أوصافها هي الشروط لأنها هي التي اعتبرها الشارع فما تجيش تقول لي أصوه لازم سيدنا يقول كده ولابد أن يكون لا 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 يعني بصراحة لو كانت الشريعة بالطريقة اللي انت عايزت تتصورها دي ما كانش حد آمن لأن ما كانتش هتبقى فصيح كانت هتبقى مرطرطة وكلام كتير وكلام هراغي وحاش الشريعة حاش صعب الشريعة أن يأتي لنا بشرع مثل هذا ده نزل لنا حاجات على مستوى الفهم الدقيق حتى يتباحث فيه العلماء ويتأملوا وهكذا قال لأن الغالب من الخفاف التي وردت عليها النصوص وسقطت عليها الرخصة أنها كانت تمنع من نفوذ الماء فشو الشيخ البجور يقول لك فتنصرف إليها النصوص الدل على الترخص فلا يكفي بعدها يا سلام هي دي هي دي الغالب فالحكم دائما للغالب والنادر لا حكم لها ولذلك لا يجزئ المنسوك عشان محدش يرجع ويسألني تاني هل يجوز المسح على الشراب عند الإمام الشافعي أقول لك الشراب لا يجوز أن تمسح عليه مذهبنا هكذا يقول لي دي فتوى أقول له ده تخريج وتفريع وإجابة على مقتضى المذهب يعني يجوز إن أنا أتعبت بيها آه وده أولى طب ينفع أنا ساعة بمسع الشراب لأن لأن عندنا فتوى في دار الإفتاء تجيز المسع على الشراب بس مش هي المذهب الشفع ولذلك هو بيقول لك هو لا يجزئ من سوك طيب وما أنت شفع أنا شفع مذهبا ولكن عند العمل بفتح الدائرة تيسيرا علي وتيسيرا على يعني على التعبد يعني حتى أتعبد الله سبحانه وتعالى يعني بطريقة يعني تكون واسعة بطريقة تدفع عني المشقة لا سيما إن اليومين دول يعني الدنيا سقع جدا حفظوا على نفسه والمراد بالساتر هنا الحائل يعني الذي يحول دون وصول الماء من غير محل الخالص لا الذي يمنعه من الرؤية لأن المراد من ساتر العورة في الصلاة هو الذي يمنع الرؤية رؤية رؤية التلفزيون لا رؤية البشرة بشرة البدن مش رؤية التلفزيون انتم مش معاي النهار والحائل ما يمنع من نفوذ الماء خلاص ما دي قلناها خلاص ولابد من كون الساتر من كل الجواني يعني لابد أن يكون ساترا للقدم من هذا الجانب اليمين والجانب اليسار ومن العقب ومن فوق وهكذا أن يكون ساترا للقدم بتمامها وكمالها بعد كده قال إباء سيدنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما ده رقم كام رقم ثلاث هايجي بقى رقم اربعة بقى ما تقلعوش قال وأن يكون مما ألف ألف الاثنين عائد على الخفان يعني وأن يكون الخفان مما يمكن تتابع المشي عليهما يمكن يعني يتيسر ويتاح أن يمشي أن يمشي عليهما في شراء أشيائه إن كان مقيما أو إن كان مسافرا ولذلك فيه ضوابط وفيه تفاصيل كثيرة جدا في هذا المقام يعني أن يكون الخفاني وفيه لغة يقول لك الخفان ده أصلا المثنى في عشر لغات ذكرها الشيخ خالد الأزهري في التصريح على التوضيح يعني أن يكون الخفاني مما يسهل توالي المشي عليه يقول لك توالي أي التردد يعني يتردد على ما يمشي فيهم إذا كان مسافرا أو يمشي فيهم إن كان مقيما فالمراد بالإمكان السهولة وإن لم يوجد بالفعل وإن لم يوجد مش افرد أنه هو لابس الخفان لابس الخفيني وجلس في البيت وهو قعيد ولم يمشي عليهما يمسح ولا ما يمسحش قال له يمسح بس هو لم يمشي عليهما قال له مش المراد المشي عليهما بالفعل بل المراد أن يكون على صفة وهيئة لو أراد أن يمشي عليهما لا تيسر المش عليهما يعني في قوة الخف فيه قوة المش إنك أنت تشتغل عليه تتردد تروح الجامعة ترجع من الجامعة تنزل تروح الدرس تنزل الصلوات تنزل السوق تشتري حاجات ترجع المنزل تخش يتحمل كل هذا أن يكون الخف متحملا لكل الأعباء وكل أعباء المقيم أو أعباء المسافر والمراد بالإمكان بلا مداس يعني أن يكون هو بنفسه من غير ما تلبس عليه حاجة يمكن أن تمشي عليه إقلع المداس بتاعه ويمشي بيه وروح الجامعة وارجع من الجامعة وروح صلي به وروح اشتري به إذا كان يتحمل هذا بغير أن يحدث له إطلافات خلاص يبقى هو ده المراد وقالوا أن يمكن تتابع المشي عليهما هو أنا بمشي على الخف ولا بمشي في الخف فقال عليهما بمعنى فيهما لأن المشي إنما يكون فيه وليس عليه فعلى بمعنى فيه فيبأ شرط رابع لم يذكره هنا إمامنا رضي الله تعالى عنه وأرضه وهو أن يكون الخفان طاهرين طهارة الخفين فما ينفعش بأن الخفين من جلد الخنزير أو جلد الكلب أو جلد الميتة قبل دباغها دباغها لأل أن الخف رخصة والرخصة يعني لا تكون على النجاسة وطهارة وطهارة ما تحتهما فلا يكفي نجس ولا متنجس ولو كان عليه نجاسة معفو عنها فمسح ما عداها صح افرد الخف متنجس نجاسة ولكن هذه النجاسة معفو عنها ومسحت أنا غير المكان يعني مسحت بيدي على الخف وتجنت المكان الذي عليه النجاسة جازة وصحة لكن اللي ما يصحش أنه يكون ذاته نجس أما الرجل متنجس أو الخف متنجس نجاسة معفو عنها فلا مانع من المسح طيب يا مشايخ الإسلام ولو عمت النجاسة المعفو عنها افرد ان الخف كله أو صاب نجاسة معفو عنها ينفع اني أنا أمسح ولا لا قال يعفع عن يدك عندما تلامس وتلاق النجاسة طيب قال ولا أكفي المسح لأخف المحرم إذا لبسه لغير عذر لأنه محرم لذاته دي قلناها فإنه منهي عن اللبس من حيث هو لبس فكأنه لا يمكنه تتابع المش عليه إيبه هنا ذكرناه من جهة إنه هو لا يمكن تتابع المش عليه لإنه منه عنه ومدام منه عنه بقى الشرع بيقولك ما تمشيش عليه وما تلبسوش وما تستهلكوش فهذا مما لا يمكن تتابع المش عليه من جهة أن المانع من هذا التتابع هو الشارع الخف المحرم لعارض يصح المسح عليه مثل خف الحرير والدباج والذهب والفضة كل دا قلناه شرط الطهارة معتبر عند المسح لا عند اللبس ما هو بيقول لطاهر الطهارة دي تبقى إمتى عند المسح ولا عند اللبس يعني إيه عند المسح وعند اللبس ما نهد الوقت هتطهر طهارة كاملة والبس الخفين وإمتى همسح هنقول هنقول همسح بعد الحدث بعد ما أحدث أول حدث أبدأ المسح فهل فهل يعتبر الطهارة عند اللبس طهارة الخفين تكون عند لبس للخفين أم الطهارة تكون عند ابتداء المسح لا الطهارة معتبرة عند المسح لا عند اللبس ممكن يبقى ناجس عند اللبس ولكن وقق أمشي به وبعد كده أحدث ولما أجي أمسح أغسله وبعد ما أغسله أمسح عليه خلاص نينف طب وبقية الشروط البقية الشروط لابد أن تكون عند اللبس هنا بقى أتكلموا عن مسألة لطيفة جدا لكن لها أربع صور وهي مسألة الجرموق الجرموق عبارة عن خف فوق خف واحد بقى من شدة البرد بيلبس خفين على بعضهم في بعض الناس كده من شدة البرد أصل البرد هناك أجسام تتحمله وهناك أجسام لا تتحمله والبرد بيختلف من جهة إلى أخرى يعني برد مصر لا يسوي شيء أمام برد أوروبا يبقى الجرموق بضم الجيمي والميم وهو فارسي معرض وإيه بقى الجرموق قالوا الجرموق عبارة عن يلبس خف فوق خف وله أربع صور إما أن يكون الأعلى والأسفل يعني كل منهما قوي وإما أن يكون كل منهما ضعيف وإما أن يكون الأعلى قوي والأسفل ضعيف أو الأسفل قوي والأعلى ضعيف يبقى أربع صور ما المعتبر في المسح المعتبر في المسح لها أحوال وتفصيل إن شاء الله نرجئه إلى كتاب أكبر طيب قالوا المسح لأننا لن نشرح مثلا التنبيه للإمام الشرازي هنقول إيه سيبوا حاجة لبعد كده يا مولان ويمسح المقيم يوما وليلا يعني يمسح المقيم ولو كان عاصيا بإقامته كناشزة من زوجها واحدة نشزت من زوجها يعني يعني سبت له البيت ومشيت بدون سبب الرجل مأكل ومشرب وعمل كل حاجة وهي مش عجبها فاخدت بعضها وكلها كده يا مولانا ورحت عند بيت ولد يبقى إقامتها عند أبوها إيه حرام يبقى هي عاصية بإقامتها في غير محل الزوجية وآبق يعني عبد هرب من سيده وأقامه في مكان آخر فهو عاصم بإقامته هل له أن يمسح يوما وليلة نعم وإن كان عاصيا بإقامته مثل المقيم المسافر سفرا قصيرا المسافر سفر قصير أيضا يمسحه يوما وليلة وكذلك العاصي بسفره يعني بسبب السفر العصيان سببوه السفر والهائم واحد خرج كده مش عارف رايح جاي فين وطالع منين وإلى أخير ما يعرفش لنفس وجهة أنت رايح فين يا مولانا أنا ماشي ماشي رايح فين يعني أنا ماشي طيب ما هدى كده أولا بتضيع مالك بحربيتك واحد طالع يقول لك أنا ماشي يعني رايح فين أنا ماشي فرج بالطريق وفضل ماشي ماشي طيب طيب ده هائم ده ما يعرفش النفس وجهة طيب هو حرام لي لأنه بيتعب نفسه وبيستهلك بنزيم وبيضيع مال بغير فائدة عبسي العبسية في الإسلام غير مطلوبة ده مني عنها لأنها تضيع الوقت والنفس والجهد والمال يبقى لابد أن يكون لك هدف ومقصد محدد يا مولانا رايح فين لا ده أنا رايحي اسكندرية أشم هوى أغير جو أتنزه يبقى ليك مقصد أنا رايح مثلا مخنوق شوية كده بالليل قال يوما وليلا لأنه سواء كانت الليلة يعني متقدمة أو الليلة متأخرة الليلة متقدمة فيما لو أحدثه بعد اللبس أحدثه عنده في حاجة احنا لسه ما قلناه صح احنا ماشيين كده صح ثانية واحد اه ايوه صح كده لأن احنا ويحدثه بعد الحد او ابتداء المد فالليلة الليلة تقدمت فيما لو أحدثه عنده غروب الشمس قال لي هيمسح هيمسح الليلة كلها ويمسح النهار إلى غروب الشمس في اليوم الآخر او اليوم تقدم يبقى هيمسح يوم ومعه ليلة لأن الحديث نصع اليوم والليلة يبقى عنده طلوع الفجر أحدثه يبقى يمسح اليوم ده والليلة اللي وراء اتبع لي لأن الحديث انت اسمك يا بتاع سنغفور صالح لأن في الحديث نص على اليوم والليلة سواء انتقدمت الليلة او تأخرت ولو احدثه اثناء النهار افرد ان هو صلى الظهر وبعد ما صلى الظهر احدث وكان لبس على طهارة الصبح قال لي ايكمل المنكسر هيمسح ليلة تامة ولكنه هيمسح من اول الحدث إلى غروب الشمس ومن طلوع الفجر إلى بعد الظهر في نفس الوقت الذي ها احدث فيه يبقى كم ساعة 24 ساعة طيب جميل ده ايه ده ده المسح الخفين مليان قال ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر يعني ويمسح كذلك المسافر ثلاثة ايام بلياليهن باللياليهن والباء هنا بمعنى مع بلياليهن سواء برضا كانت الليالي متقدمة او كانت الليالي متأخرة على وزن ما قبله يعني سواء احدثة عند الغروب يبقى هيمسح ثلاثة ليالي وتلاثة ايام يعني افرد النهارده ده ليلة ايه ده ليلة السبت عند غروب شمسي الشمس مع اولي ليلة السبت احدثة يبقى هيمسح ليلة السبت وليلت الحد وليلة اللي اتنين وهيمسح يوم السبت ويوم الحد ويوم اللي اتنين بس الليلة هنا متقدمة واليوم متأخرة عند اذان الفجر احدث هيمسح ايه هيمسح عند اذان الفجر يوم السبت هيمسح ليلة الحد وليلة اللي اتنين وليلة التلات طب بسيطة كده مولانا زي ما شيخنا علمها لنا رضي الله تعالى عنه وارضاء اتنين وسبعين ساعة وريح بالك وبالك ريح تحسب الليلة المتأخرة عن اليوم للنص عليها قلناها ويكمل المنكسر قلناها اتنين وسبعين ساعة ونخلص ثم قال بعد ذلك وابتداء المدة مدة ايه ايه مدة المسح سواء مدة مسح المقيم او مدة مسح المسافر وابتداء المدة من حين يحدث او من حين يحدث شيخ البجوري بيقول لك فيها الضبطين من حين ومن حين اما انت تضفها اما انت ما تضفهاش طيب قال وابتداء المدة من حين يحدث نقرأ بقى اللي فيه يعني يجوز لللابس الخف ان يجدد الوضوء قبل حدثه بل يستحب خلاص دي معروف وقلناها حكم تجديد الوضوء للابس الخف قبل الحدث هتقول ايه بقى لو سئلت حضرتك هتقول جائس يفعله مرارا وتكرارا قال يمسحوا على الخفين في كل تجديد ما دام متطهرا ماشي ولا تحسبوا من المدة طيب هل بقى الجديد هنا اللي احنا جايبين الكلام عشاءتين بهذا الكلام من اجله هل المسح على الخفين قبل الحدث في تجديد الوضوء يحسبوا من المدة ام لا لا يحسبوا من المدة لان حضرتك حتى لو ما مسحتش ولو لم تتوضأ وصلت ما انت هتستميح بالصلاة وانما تفعل ذلك تعبدا لله طيب لسه فضل شوية مشاي فضل حاجة وعشرين فقرة عشرين فقرة بعدها انا اطلا بالفقرات بس فيها استفاق لكل المسائل الحمد لله يعني هنا شرحنا متن ابي شجاع اول مرة نشرحه بالطريقة المستفيدة اللذيزة نواياكم صالحة يا مشايخ الاسلام قال وَتُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ مِنْ أَوَّلِ الْحَدَثِ وهينا بقى يا طرأ انت قلت تُعْتَبَرِ الْمُدَّةِ نقرأ بس المتنج جدا جوه عشان فيه كلام لطيف اوه في الحتة دي وفيها يعني شغل كتير قال ويمسحه خلصنا بقى دي يمسحه انت هدف دولي يمسح اليوم القيامة وابتداء المدة تُحسب من حين او حين يحدث اي من انقضاء الحدث الكائني خلي بالك انت قلنا ايه قلنا ان ابتداء المدة تُحسب من الحدث الحاصل والكائن بعد اللبس معايا لا مش معايا يعني هاب اني انا النهاردة صليت الفجر غسلت رجلي ولبس الخفين والحمد لله طلعت حضرت الدرس في الرواق الجاوي درس بعد الفجر خلص الساعة عشرة نزلت حضرت الصلاة خلصت بعد الصلاة كان فيه درس والتقينا بحديث الجمعة معا قال الامام رضي الله عنه وارضاه انتهينا عند صلاة العصر بعد كده رحت الرواق الجاوي بعد ما خلصت الرواق الجاوي ها الساعة تمانية تسعة وكل ده انا لابس الخف وبصل بيه لاني ما احدستش حصل ان انا احدست الساعة عشرة بالليل الساعة عشرة بالليل تبتدئ المدة ان كنت مقيما او كنت مسافرا ان كنت مقيما استبحت واستمتعت وترخصت باربع وعشرين ساعة ولو كنت مسافر هتستمتع وتترخص باثنين وسبعين ساعة بس انت لبست الخف امت انا لابس الخف الفجر طب والحدث جس ساعة كام ساعة عشرة بالليل يعني بعد كم ساعة يعني بعد ستاشر ساعة يبقى ابتداء المدة من الحدث الحاصلي بعد اللبس طب يا مولانا الحدث قد يكونوا كبيرا وقد يكونوا صغيرا يعني ايه قد يكون زمنه طويل وقد يكون زمنه قصير افرد ان انا جيت على الساعة عشرة انا لابسه بعد الفجر على الساعة عشرة وروحت البيت وما احدستش الا بالنوم قعدت كده على السرير من التعب لان انا كان يوم طويل خنمت مصحتش الا الساعة خمسة الفجر عند اذان الفجر هل بقى المدة بتتحسب من الساعة عشرة اول الحدث لان النوم حدث ولا بتتحسب الساعة خمسة من اخر الحدث عند استقاظه العلماء الشافعية اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا منهم من قال العبرة باول الحدث ومنهم من قال العبرة باخر الحدث واللي قال العبرة باخر الحدث قال لان الحدث لو قلنا العبرة باوله ممكن ينام اربعة وعشرين ساعة فيصحى وما ينتفعش من الرخصة خالص لانها تبتدئ الساعة عشرة وهو سبحان الله نم وصحة الساعة عشرة تاني يوم فلو قلنا الاربعة وعشرين ساعة بتبتدئ من اول الحدث فيستغرق الحدث كله والتاني قال لا العبرة بالاول لانه هو الاول ده يعني هو الذي حصل به يعني الايه الترخص الامام الرملي توسط في هذا واختار قولا معتمدا صار عليه اصحاب المدرسة من بعده قال دلوقتي احنا عندنا حدث يحصل باختيارك وحدث لا يحصل باختيارك قال العبرة باول الحدث الذي من شأنه ان يقع باختياره من شأنه من شأن هذا الحدث ان يقع باختيار المكلف حتى وان وقع بغير اختيار لكن صفته ايه هيئته ايه انها تقع باختيار المكلف وان وجدت بغير اختيار مثل النوم مش النوم نفسه لا ده اغز اصلا النوم المراد به الاخز في الاسباب يبقى النوم من شأنه ان يقع باختيار المكلف حتى ولو حصل ان في بعض الاحيان حضرتك نمت بغير اختيار كالنوم واللمس لمس المرأة ده وقع باختيارك وان كان في بعض الاحيان من غير قصد بتلمسها والمس اي مس الزاكر كذلك وقع باختيار سواء وجد وحده او وجد مع غيره ومن اخر الحدث الذي من شأنه ان يقع بغير اختيار كالبول والغائط الولبول والغائط ده بغير ايه ده بقى غصبا عنك هو انت اللي هتحدث حدث البول لو عليك مش عايز تخش الحمام خالص ولكنه يحدث بعد امتلاء المعدة فتكون مضطرا الى اخراجه فده يعتبر من اخر الحدث يبقى النوم واللمس والمس ده من اول الحدث والبول والغائط ده من اخر الحدث طب يا مولان وعلى ذلك اختار الشيخ البجوري اختار هذا الرأي وهذا التقرير الرائع اللطيف المنيف العاصب السفريه فين بقى العاصب السفريه ده ما قالش حاجة في العاصب السفريه مسعى في الحضر ثم سافره هي دي لا دي لسه ما جاتش نقولها برضك دي فائدة العاصب السفريه ما هو بيقولك بقى وللمسافر ان يمسح ثلاثة ايام الا ان يكون عاصيا بالسفر قال العاصب سفريه يعني الذي ينشئ سفره للمعصية يعني من اجل ان يعصي يعني رايح اسكندرية حتى يقتل الشخص الذي تشاجر معه يبقى سفر للاسكندرية دي معصية ذهب الاسكندرية حتى يقابل المرأة التي توعد معها سرا او جاهرا اه ده دوت كمان السفر ده سفر معصية ذهب الى الاسكندرية من اجل ان يشتري شحنة سجائر هذا حرام بلك ذهب الى الاسكندرية من اجل ان يشتري كتب محمد بن عبد الوهاب لا من اجل ان يرد عليه وانما من اجل ان ينشر الدعوة الوهابية التي هي العن من الحملة الصليبية اه والله انت مش اخي بانك وحد جاب لنا داعش غير همه اه اه يبقى سفر وده معصية طب سفر للسيد احمد البدوي حتى يزور ويلتمس النفحات والبركات لا ده سفر طاعة طب هو ماشي كده يعني شاف واحدة حلوة يعني فنظر اليها نظرا متماديا ده المعصية حصلت في السفر ولكن السفر نفسه الدافع ليه والحامل عليه ليس معصية ده زيارة ولي من اولياء الله الصالحين وقطب من الاقطاب توهاب يا لا اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا سلفيا ولا وهابيا امين يا رب الله طبعا هم كفروني من زمان ماشي تكفير العدو شهادة بالايمان يبقى اذا انشأ سفر من اجل المعصية يبقى ده المعصية بالسفر ولذلك صاحبه لا يترخص ترخص المسافر وانما يترخص ترخص المقيم لان الرخص لا تناط بالمعاصي انت عايز تنتفع وتترخص برخصة الله وانت مسافر لمعصية الله لا لن تأخذها ولن تنالها لكن لو المعصية حصلت في الصفر مسافر للزيارة سيدي احمد البدوي ورأى شرب سجاير زي بعض الصوفية المريدين بقى عندهم حاجات كده ربنا كلنا زنوب وخير المذيبون التوافون بهم شربين سجاير وهم رحين يزوروا بنشوفوا طيب ماشي مفيش مانع ترخصوا لان المعصية حصلت في الصفر لا بالصفر ابقى فيه معصية بكذا وفيه معصية في كذا المانع ان يكون الذي يحملك على الصفر هو المعصية لان الصفر ده سبب الترخص طيب وسيد سيدنا الامام البجوري ضرب مثال للذي يسافر لطاعة الله كزيارة سيدي احمد البدوي ده الشيخ البجوري اللي قال كده مش انا والله الشيخ البجوري ده ايه ده شيخ الاسلام الشيخ البجوري ده الذي له يعني اليد الطولة في هذه المؤلفات وفي هذا العلم المنتشر بين ايدينا هو الذي شرح متنى بشجاع وانتفحنا وانتعشنا وانتفعنا بشرحه الى الان هو الذي شرح الجوهرة هو الذي شرح البردة هو 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 رضي الله عنه وارضاه فإن مسح في الحضر هذه فإن مسح في الحضر ثم سافر مسح في الحضر مسح على الخف في الحضر يعني ايه اللي حصل ايه اللي حصل انه هو بعد صلاة الفجر او في صلاة الفجر توضأ غسل قدميه لابس الخف صلى وقعد حضر الدرس على الساعة عشرة احدث توضأ ومسح وسافر للأسكندرية لحضور درس الحديث عند الشيخ الكتاني مثلا يعني فبدأ له ان يجلسه يومين لسماع العلم هيمسح مسح مقيم ام مسح مسافر لا مسح مقيم ليه لان عبادة المسح هو عبادة اجتمع فيه الحضر لانه بدأ هو ده مسح واجتمع فيه السفر فيغلب فيه الحضر على السفر لانه ابتدأها ابتدأ العبادة في الحضر واجتمع معها السفر فاذا اجتمع الحضر والسفر في العبادة قدم الحضر على السفر لان الحضر هو الاصل ولذلك في هذه الصورة يمسح يوما واحدا فقط بخلاف ما لو صلى الفجر ثم بعد ذلك احداثا الساعة سبعة الصبح خلاص وبعد ذلك سافر وصل للاسكندينيا الساعة شهر الضب اتوضى وراح مسح على الخفر جميل وقالا ما عد يومين هيمسح ابقاء مسح مسافر لان المسح حصل في ان حصل في الصفر فلم يجتمع فيه حضر ولا صفر ولذلك بيقول لك هنا فان مسح في الحضر ثم سافر او مسح في الصفر ثم اقام راح ينكي اسكندرية لقى ان كتاب الموطأ مش يخلص الا في اسبوع فنوى يقيم الاسبوع ده بس بعد ما ما سح قبل ما ينوي كان لانه يمسح كام اتنين وسبعين ساعة قبل ما ينوي الاقامة لكن لما عرف ان الكتاب هيتختم في اسبوع نوى ان يقيم اسبوعا هيتختم في اسبوعا اتنين وسبعين ساعة يوم واحد قال او مسح في السفر ثم اقام يعني ثم نوى الاقامة اتم مسح مقيم لماذا مشايخ لانها عبادة اجتمع فيها الحضر والصفر فغلب الحضر على الصفر بارك الله فيكم الحمد لله انا اطمئنت عليكم خلاص واهتبقوا علماء بإذن الله بس ذكروا ذكروا الكلام ده قال ولو سافر بعد الحدث وقبل المسح ثم مسح في السفر فله ان يقيم مدة مسافر طب خلاص قلناه وابتداؤها من الحدث في الحضر ايه نبا دي ما قلناهاش طب لو هو مسح في السفر انت قلت اللي 72 ساعة طب اللي 72 ساعة من امتى قال اللي 72 ساعة من الحدث الحدث كان فين الحدث كان في القاهرة اللي 72 ساعة هيتحسبه من الحدث اللي حصل في القاهرة حتة حلوة هي ولو مسح في الحضر ثم مضى عليه يوم وليلة اللي حصل انه هو لبس الخف النهاردة الجمعة الساعة ستة الصبح ساعة عشر احدث مسح عند الساعة 12 الجمعة ثم بعد ذلك لبس الخف وجي صلى الفجر بتاع يوم السبت وعلى الساعة عشر اول مدة بتاعته هتخلص الساعة 12 لا ما هو الحدث كان الساعة عشر المدة بتاعته هتخلص الساعة عشر يوم السبت جيه بعد الفجر ام سافر اسكندرية لكي يسمع مجلس الحديث وياخد الإجازة هناك بقى هيعمل ايه؟ قالك لا كم من لغاية الساعة كام كم من لغاية الساعة 12 اللي هو ساعة الحدث طيب ثم انتقل بعد ذلك وقال ويبطله آه ده ما تكلمش عن كيفية المسح خش عند سيدنا ابن قاسم وهتلاقي كيفية المسح معنا هي ونشرحها أحنا قال اللهم صلع الحبيب والواجب في مسح الخف وده كان مهم جدا وفات على الشيخ رضي الله تعالى عنه أن ينبه عليه كان مهم جدا أن ينبه على كيفية المسح والواجب في المسح أمسح الزاي وما الذي يشترط في المسح وما الذي يحصل به المسح قال والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه الاسم يعني ما يطلق عليه اسم المسح يعني حضرتك حتى لو حطيت إيدك كده مبلولة ولم تحركها على الخف لا يمينا ولا شمالا حاصل المسح لأن هذا يطلق عليه مسح كمسح الرأس بالضبط لأن المطلق يحصل بما يصدق عليه الاسم فلو وضعت إيدك كده وش التهيب أنت مسحت لو وضعت إيدك هكذا وهي مبلولة ورفعتها دمسح طيب جميل والمسح المجزئ هل بقى بيبقى على أعلى الخف ولا على أسفل الخف قالوا لا يكون على ظاهر الخف أعلى ولئن سيدنا الإمام علي بيقول لك ولو كان الدينه بالرأي لكان مسح الخف أسفل الخف أو لا من أعلى لأن الأسفل هو الذي يلاقي يعني المكان وهو الذي يلاقي الأرض قال المسح المجزئ يكون على ظاهر الخف ده الظاهر بقى خلاف الباطن والأعلى خلاف الأسفل الظاهر يبقى ظاهر الخف مش تدخل إيدك جوه الخف كده البطن الخف لأن ده ما وردش ولا يجزئ المسح على باطنه ولا على العاقب عاقب الخف إن العاقب اللي احنا بنسميه الكعب كعب الرجل بس ده اسم العاقب في اللغة ولا على أسفله مساحة الأسفل ما ينفعش ولا على الجوانب ما ينفعش ولا على وش الأصابع هكذا ما ينفعش لابد أن يكون على أعلى القدم طيب إيه جمالت إحنا النهاردة أخذنا حاجة عالية جدا لسه لكوا شوية عندي لسه لكوا صفحة والكتاب يخلص ما عند الوقت طار يا مولانا وأتطار ويجري بطريقة غريبة طيب كيفية المسح يا مولانا ابقى الكيفية التي يحصل بها المسح قالوا أن يضع يده اليسرى تحت العاقب واليمنى على ظهر الأصابع طيب عنده هي رجله هي أدي العاقب هو بيبقى في الآخر يضع يده اليمنى لا سواء أنت أن يضع يده اليسرى تحت العاقب أي يده اليسرى كده هتبقى كده هم ويدي اليمنى هتبقى على أطراف الأصابع ومشيها كده يبقى خلصت بأن يكون خطوطاً يعني بأن يفرج أصابعه ما يقفلهاش كده فرج أصابعك كده شوي ليه لأن احنا مش عايزين إيديك تعمم المكان بالمسح لأن هذا من المكروه ولا يضمها بأن يفرج بين أصابعه ولا يضمها طيب ربنا يبارك لكم ويبطلوا هنا بقى في شوية حاجات ذكرها علماءنا قال يكره استيعاب الخف بالمسح وكان الشيخ الخطيب الشربيني كان بيقول الاستيعاب الخف بالمسح خلاف الأولى وليس مكروها وعليه حمل عبارة الإمام النووي في الروضة على كل حال قيل مكروه وقيل خلاف الأولى يكره تكراره هي مرة واحدة بس يتمسحهش مرتين أو ثلاثة ويكره كذلك تثليث لأن كسرت المسح تعيي بالخف فلو كان مصنوع من مده يعني لا يعيب بإجراء الماء عليه فلا منع من تثليثه كمسح القدم ثم قال بعد ذلك مشيخ الإسلام ويبطل المسح بثلاثة أشياء طيب بيتكلم هنا على ما يبطل به مسح الخف أول حاجة بخلعهما خلعهما أن حضرتك بتخلع الخفين أو بتخلع أحدهما يعني خلعت الخفين بطل المسح بإيه المسح نفسه اللي بيبطل لا حكم المسح أخبالك بمعنى أنت ما تصليش إلا لما تغسر رجلك لو قلعت خف واحد كذلك طب لو انخلع الخفين انخلع ده بقى مش بقرتي وأخبالك وأنا ماشي بصيت لقيت الخف اتسلت من رجلي أحد الخفين أو كلاهما خلاص برضك بيبطل حكم المسح طيب جميل طب وما المراد يبقى المضار على ظهور شيء مما ستر به من رجل أو رفافة إلى آخره أو خرج الخف عن الصلاحية يعني وأنا ماشي بالخف الخف تقاطع فظهر شيء من محل الفرد خلاص بطل حكم المسح يبقى الشرط أن يدوم صلاحية الخف في جميع المدة فلو خرج الخف عن الصلاحية في بعض المدة فيبطل حينئذ المسح وانقضاء المدة انقضاء مدة المسح يعني الـ 24 ساعة في المقيم أو الـ 72 ساعة في المسافر قالوا انقضاء المدة المراد به ولو انقضاء على سبيل الاحتمال افرد أنه هو شك في المدة يا طرى المدة متبقية ولا المدة خلصت لا يجوز له حينئذ أن يمسح لأن المسح ذا رخصة والرخصة لا تستباح إلا بيقين ولو زال شكه عمل بمقتضاء افرد أنه هو تردد قال يا طرى أنا انتهت مدة المسح قال لا ما تنسحش بعد نص ساعة زال الشك والتأقن قال لا ده أنا مسحت لما أزان المغرب كان بيأزم أحدثت لما أزان المغرب أزم ولسه الأزان من المغرب ما كانش فضل على نص ساعة يبقى الحكم الحكم انه هو يصلي بدام زال الشك يعمل بمقتضاء المسح افرد انه هو دلوقتي المدة هتخلص الساعة 3 فرح قبل الساعة 3 بدقيقة قال الله أكبر ونوى أربع ركعات تنعقد ولا ما تنعقد شيء اختلف علماؤنا في هذا بعضهم قال لا تنعقد وهذا الذي قاله واعتمده الشيخ البجوري قال لا تنعقدوا لماذا مولانا قال لأنه أحرمه بصلاة لا يمكن أن تقعه في هذا الوقت إزاي في دقيقة واحدة تأتي بأربع ركعات إذا أنت متلاعب ومدام متلاعب لا تنعقد صلاتك الشيخ الخطيب الشربيني قال لا تنعقد وبعد مرور الدقيقة الدقيقة طبط علماء ما يجيب الغسل طيب ده رقم اتنين انقضاء المدة خلصنا منها رقم تلاتة ما يجيب الغسل كجنابة يعني أجنب أو حضرتها حاضط أو جاءها النفاس للبس الخف كل ذلك مما يجيب انتهاء حكم المسح قالوا ما يجيب الغسل أصالة بخلاف ما يجيب الغسل بعارض أصالة زي ما قلنا الجنابة والنفاس والولادة والحيط طب العارض قال انه هو لابس الغف والنهاردة الجمعة قال لله علي ان اغتسل للجمعة ما يقل بش لازم يقلع الخف يبقى اصبح ده غسل ايه غسل مندو وما ليعمل ايه ان يغسل رجلي في القف لا فيش مانع طيب خلاص الحمد لله ده اخر جزئية فيه وما يجيب الغسل وانتهنا منها الحمد لله رب العالمين